والله يا جماعة الخير جماهير ريال مدريد اكيد رح يفتقدوا اذا كملت اذا كملت هاي النظرة طبعا كاسيميرو لما يضرب اللاعب يتدخل عليه ويكون وخلاص مادي حسن يكمل المباراة بس السائده عم ترف يلا عايش خلاص عايش بقى هي الضحكة الخفيفة خلاص انه لسه تعايش على قيد الحياة ليعزال اللاعب كيف كون يا احباب الرخ صلوا على رسول الله وخلينا نحكي بهذا الفيديو بشكل سريع عن وضوع كاسيميرو ومانشستر يونايتد مثل ما شفنا طبعا نقلت الخبر الصبح نقلنا عن التليغراف ايضا عن ماركا كذلك اكتر من صحف شهير تكلم عن هذا الموضوع ولما بيكون في هذول الصحف الثلاثة عم يتكلموا عن موضوع لأ انت لازم توقف عنده انت لازم لازم توقف الموضوع ما بقي مجرد خبر لو واحدة منه اللي تكلمت محلولة لكن تليغراف تلحق اذا اتلتك مباشرة لا في شيء تلحق ماركا من مدريد لا في شيء في شيء كمان في شيء كمان مو بس شيء طبعا ممكن ما يصير شيء لكن هذا الموضوع بيستحق انه نتكلم عنه بوجهة نظر قدر الامكان بهذا الفيديو احباء الكرام راح يكون قسمين قسمين صغار الاول توضيح لجمهير ريال مدريد الحساسة اللي صايرين عاطفيين زيادة على اللزوم معي بالتعامل معي والثاني موضوع كاسيميرو ومانشستر وناتل وجهة نظري بحديث سريع قدر الامكان النقطة الاولى انا اتكلمت عن هذا الموضوع كاسيميرو ومانشستر وناتل الصبح بحصاد اليوم مثل ما بنعرف كثير قسم كبير من المدريديستا الحساسين ما عم احكي بجميعنا انا ما بشمل حدا لكن قسم كبير صاري قللي انت ما بتفهم وكذا من هالكلام موضوع لانه قلت اه كاسيميرو ما هو من افشد اللاعبين بالخروج بالكرة فشو بده في مانشستر وناتل توضيح عبائي لازم احنا نفهم انه هذا مجال ترفيه انا بعطي رأيي انت بتعطي رأيك انت بتسيبني ما اصف مجال ترفيه ما اصف مجال ترفيه نهائيا هذا بعطي رأيي وفقا لاشياء معينة وانت بتعطي رأيك وفقا لاشياء معينة سواء اختلفنا او اتفقنا لا يفسدوا للودي قضية انا لما اتكلمت الصبح عم احكي بلسان مانشستر وناتل ولم اتطرق الى ريال مدريد ابدا انا عم احكي امزا مانشستر وناتل بده اللاعب فاللاعب سيء جدا 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 بالخروج بالكرة هو لا يجيد الخروج بالكرة نهائيا وهذا معروف يعني انا ما عم اصف اللاعب بانه سيء فتجي تحكيلي انت لا كرامه غلط هو لاعب سيء بالخروج بالكرة هو معروف نقطة ضعف كاسيميرو هاي النقطة من يوم ما بلاش يلعب كرة قدم دا اليوم وراح ينتزل وراح تبقى عنده هاي النقطة هو جيد بقطع الكرات وبعمليات تانية وبشكل ثلاثية وامتازة مع كاسيميرو وكذلك كروس عفوا مع مودريدش وكروس فالهيك دائما منشوف انه يا اما كاسيمة كروس هو اللي يحميه يا اما مودريدش هو اللي يحميه بعملية بناء اللعب او الضغط العالي بس واضحة فانا ما اجبت شيء من عندي الموضوع هذا لازم اللفه ونقطة انتهى انا حكيت بلسان مانجستر ويناتد ليش؟ لان المعروف انه مودربون تنهاج وتنهاج بحب الكرة الشاملة والتيكي تاكا واللاعبين يجدوا الخروج بالكرة وقويين تحت الضغط وقويين بعملية الاستحواذ وكازيميرو لا يلعب بهذه المنظومة لا يلعبنيها اياً فبكل اختصار هذا اللي قصدته صباح اليوم هلأ دعونا نروح للخبر بكل بساطة سيرجيو سانتوس واللي هو صحفي ريليفو كذلك اس يكتب باكتر من صحيفة قوي جداً كتب موضوع ملفت للنظر تقريباً هو رخص كل شيء يريد احكي تقريباً انه مانشستر مصمم على التعاقد مع كازيميرو على استعداد لدفع قرابة 80 مليون يورو مبلغ ممتاز جداً لريال مدريد وانه كازيميرو ايضاً يفكر في عرض اليونيتد خاصة انه ممكن يضعف له راتبه واكثر ما يفكر فيه كازيميرو انه عقد كبير واكيد كونه ربما رح يكون اخر عقد له فخلص يكون كبير وجيد ممتاز وليونيتد اكيد رح يعطيه عرض مضاعف اقل شيء اقل شيء 50% اقل شيء اقل شيء على الميته رح يعطيه 50% زيادة حتى يطلع اليونيتد لهيك طبيعي انه الريال لا ممكن يفكر بالعرض نعم ممكن يفكر بالعرض نعم انا اقول الان بليسان الريال رح نحكي شوية بعد شوية عمانشي السرونياته بليسان الريال مدريد الان كازيميرو حكينا نحن انه هذه السنة هي سنة الاحلال لخط الوسط والبداية رح تكون بتشواميني انه كيف يدخل ويكون مكان كازيميرو بالسنة الجاي وحكيت لكم تشواميني اساسي بهذا الموسم ما رح تتم صعب جداً الا طبعاً لو خرج كازيميرو من الان مباشرة رح تكون موضوع احلال وتجديد رح ياخد بعض دقائق مثل كما في السنة الماضية وبعدين بيبدأ ياخد مركزه الاساسي شوية شوية حتى ينسجم اكتر مع ثلاث الوسط ويتم خلينا نقول هيكلة الوسط الجديد لريال مدريد فلهي كازيميرو بيعرف حاله انه سنتين خلاص بعدين خلاص على مستوى علم ريال مدريد ما رح يبقى دائماً طبيعا انه كازيميرو او ممكن يفكر بالعرض بيقول لك بطلع مانشستر انها تدراتب عالي جداً ينتهي عقدي بيحمل حاله وخلاص يعطيكم العافية صلى الله وبرك ولميناء ارشين حلوين من الدور الانجليزي الممتاز طبيعا 100% ريال مدريد نفس الشيء كازيميرو الآن اخر عقد له تقريباً مستحيد يخدم خمس ست سنين مع الريال بنفس البيك خليني لكم وهذا مركز خطير جداً مستحيل ريال مدريد يتهاوم فيه وانه ينزل مستوى لحد الآن كازيميرو اخذ خطو واحدة فقط للخلف لكن ما اخذ الدروب القوي بالمستوى لانه وقت ريال مدريد رح يفكر كثير بهذا الموضوع رح الا كارة يتبعته انا ما محكي لازم يبيعوه ابداً ابداً يعني بتمنى التركيز انا محكي لو فعلاً عم يفكر ريال اه بيكون طبيعي لانه بيحمل وجهه ممكن يفكر ريال فيه وممكن ما يفكر كونه هو بالاساس مانو مضطر يعني هلا هو ما عنده شيء مضطر عليه حتى يبيع لعبين فهو مانو مضطر لكن لو فكر حلوة الفكرة 80 مليون يورو مبلغ كبير جدير عم فكرة بيكاسي ميرو ممتازين لخزينة ريال مدريد للمستقبل في صفقات عم يفكر فيها سواء مهاجم جناح ظهير بلينك هام من دورتموند حكينا عنه كثير كمان فممكن يفكر ريال مدريد بهذه الطريقة هون خلصنا كازي ميرو ريال مدريد ممكن يفكر فيه نعم ممكن هلا ليش اتكلمت انا لانه بحسب سيرجي سانتوس انه فعلاً كازي ميرو يفكر بهذا الموضوع هلا كازي ميرو اذا ما بده يطلع انسى الموضوع لا يمكن يعني هو لا يمكن لا يمكن انتم الصفقة نهائية اذا كازي ميرو لا يمكن خلص بلف الموضوع كله انا ما احد يقرب على اللاعب لا يمكن ريال مدريد يجبر انه يطلع بهذه الطريقة مستحيل ما بيجبر اللاعبين كانوا اقلعوا مريانو دياز بأي طريقة فسخوا عقد بيل فسخوا عقد هازارد لكن ما بيعمل هيك ريال مدريد هيقصت الفسخ وتقلع وكذا ما في شيء بالزور يعني مستحيل يتم هذا الشيء تمام فاهم شيء يكون كازي ميرو هو نفسه حابب يخرج الى مانشستر يونيتد خلصنا هون اول نقطة وبس قبل ما انتقل موضوع انه كازي ميرو سيئ تحت الضغط نعم برجع بصر عليها لكن ليش هو قوي مع ريال مدريد كونه هو مشكل ثلاثي متكامل بخط الوسط واحد قوي بقطع الكرات واحد ضابط رتم ممتاز جدا وايقاع وتاني بوكس تو بوكس ممتاز جدا وهي ثلاثيه مثالية لأي نادي في العالم انت بدك ثلاثيه تكمل بعضه اتمنى تكون وصلت الفكرة هل مرهو على اليونيتد هل ممكن يكون فعلا مدهيا الى وجهين الموضوع هلا انا خطر لي بصراحة هلان عمي فكر بديونج وفاوضه رابيوت رفضه فقط مش موضوع الراتب فقال لك من نبعت رسالة الى الاثنين اذا لم تكنتجوا انا بجيب كازي ميرو وما عندي مشكلة يعني هلان عشان قدر ان يخفض راتبه ممكن يفكر اوش ممكن كازي ميرو يروح لا انا ممكن اروح مثلا ممكن تكون طريقة هي رسالة للعبين ممكن تكون من منشستر رونيتل يعني هو خيار بي بقوارد الموضوع الثاني ان يكون فعلا منشستر رونيتل تبديه كازي ميرو هلان انا مبارا وحكيت انه شو بدون بكازي ميرو كونه هو اللعب سيئ تحت الضغط لانه تينهاج يلعب بعملية الاستحواث حكينا هذا الشي والكرة الشاملة وما في داعه يشرح كثير يعني لانه كلنا متقين على هذه النقطة فهون اما انه مانشستر رونيتل مثل الخيار الاول ما حكيته يتكون رسالة فقط لأكثر والاقل او انه يكون تينهاج فعلا يستعدي تنازل ويغير شيء من افكاره انه انا مثلا بجيب واحد لاعب قاطع كرات بحط معه لاعبين وسط يكونوا نفس الصبغة تقريبا يعني اريكسون باريدلس ما بتوقع تكمل ما اتوقع لانه مو شكل ابدا لليوناتد نهائيا شكل ابدا لليوينتوس يعني هيك شكل الصفقة ماشي لحد الآن فبتك جيب صفقة ثالثة بخط الوسط تكمل هذه الثلاثية لازم تجي صفقة ثالثة تكمل هذه الثلاثية لازم من كل البد فهون بكونين هاج هو نفسه حابب يغير انه خلاص بيقالك ببني بالموجود انا متوفر كازيميرو اوكي بجيب معه بوكس تو بوكس بضبط رتم تطلع الامر ممتازة بواسط مانشستر روناتد وهيك ببني اهم خط بالفريق فهذا ايضا خيار وارد عند مانشستر يونايتد لكن هل انا متأكد من هذا الشيء او هذا الشيء بكل تأكيد لا هو الموضوع مجرد قراءة لما بين السطور عند الصحافة فقط لا اكتر والاقل بالنهاية احباء الكرام مثل ما تعودنا هذه مجرد قراءة فقط وبتمنى منكم تشاركني انتو بيعراكم بالتعليقات هل بتتوقع صفقة تم ام لا اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى والسلام عليكم